استكملت الأكديمية الوطنية للتدريب لاختبارات المؤهلة للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP باختباره اللغة العربية وثقافة العمال المتقدمين للبرنامج مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة هذا وقد تأهلت هذه المجموعة بعد اكتيازها المرحلة الأولى من الاختبارات عن طريق الفرز والتصحيح الإلكتروني بدون أي تدخل بشري اشتركوا في القناة